موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم في عدد متجدد من منتدى التواصل هذا المنتدى الذي نحاول أن نفتح فيه أفاق جديدة في الحوار بين أجيال مختلفة حول مواضيع متعددة وفي هذا العدد تحديدا الذي سيكون عدد خفيف ضريف كما قلوه سيكون ضيف من عيار آخر يعني خصوصا في مجال الرياضي وتحديدا في الإعلام الرياضي الذي بات أيضا له أدوار مهمة في صناعة الرأي العام في الجزائر وأيضا في المحيط العربي وحتى على المستوى العالمي بطبيعة الحال الجميع يعرف ضيف اليوم وهو سحفي الدراجي مرحبا بك سحفي الدراجي الإعلامي الكبير والمعلق الرياضي في قنوة بينسبور مرحبا بك سحفي الدراجي مرحبا بك شكرا الله يحفظك شكرا ومرحبا بك كما أرحب بضيوفنا الأساغر والليوم من جيلين يعني من جيل كان شاب لتعرف على حفي الدراجي في بداية مسار الإعلامي ممكن وأيضا أجياء الشابة جديدة اللي هم في الغالب من أندية رياضية شابة يطمحون إلى مستقبل رياضي كبير في الجزائر مرحبا بكم وأهلا بكم سنحل لهم الكلمة بعد قليل مرحبا بك سيكون حوار ثنائبين وبنكسي حفي الدراجي بقدر ما سيكون أسئلة وتعاطي مع الجمهور الحاضر إذن مشاهدي نفاصل ونواصل شاهدين أهلا بكم مجددا سيحة في الدراجي ربما اليوم أنت تزول الجزائر وأنت من عائلة جزائرية وتعرف أن العائلة الجزائرية في هذه الأيام تعيش فرحة نقول فرحة بطبيعة الحال فرحة الاستقلال وأيضا فرحة ظهور نتيج الباكالوريا لو نرجع بصحة في الدراجي 40 سنة إلى الورع لسنة 1984 وإن كان نيل شهدت الباكالوريا تقدر تحكينا على تجربتك قبل أن نخوض فيما بعد هذه التجربة شهدتني 40 سنة ممكن الناس ما يعرفوش بأنه أنا لما أتحصل على الباكالوريا في المرة الأولى أنا عاودت شهدت الباكالوريا وعاودتها بإعازم النختي الكبيرة وبعدين كنت مارس الرياضة في ذلك الوقت وطلعت حتى في المستوى العالي صعب جدا أنك تقارن بين ذلك الزمن وهذا الزمن ولكن كانت عنده خصوصياته وكانت عنده حلاوته وكانت عنده إيجابياته وكانت عنده سلبياته لم يكن موجود التليفون لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي لكن كانت عنده نكهة خاصة سنة 1984 حصلت على شهدت الباكالوريا وسنة 1984 دخلت محد الإعلام كان أنا ذاك بالمسابقة وسنة 1988 تخرجت كصحفي بعد أربع سنوات حصل على شهادة ذلك الزمن نحن نقول عليه زمن الجميل ولكن حتى الجيل تعليم ممكن بعد عشرين سنة يقولوا على هذا الزمن والشباب لي زمن الجميل كان في عمري عشرين سنة كان في عمري عشرين في تلك الفترة كانت عندك خيارات يا حافية الدراجي ممكن كما قلت أنت في أحد حواراتك المدرسة العلية لإدارة كانت أحد الخيارات المطلوبة والمرغوبة عند كثير من العيلة الجزائرية لماذا حافية الدراجي اختارت حديداً الإعلام وما هي الرسالة التي ممكن توجهها للحاصلين الجدد على شهد الباكالوريا مدرسة روطاني لإدارة كانت خيار خويا كان أكبر مني وحصل على شهادة البكالورية وكان يدرس في محد الحقوق فمن ثم بعدها كان يعرف الأمور مثل هذه أنا لما كنت صغير كنت نقرى كثير ونسمع الإداعة كثير كنت نقرى جرائن نلقتهم في الأرض برة ونقرهم كانتش عندنا إمكانيات باش نشريوا كتب في ذلك الوقت ولكن كنت نقرى كثير ونكتب مليح ونسمع الإداعة بشكل كبير فكانت عندي هذه الهواية نحو العمل في الإداعة ما نقول لكش لعمل الصحوف في ذلك الوقت ما كنت نعرف مليح كنت في ذهني أنني ندخل نشتغل في الإداعة وبعدين ما كاتب ربك سبحانه عملت مسابقة المدرسة الوطنية الإدارة مسابقة علوم سياسية مسابقة علوم الإعلام والاتصال حصلت عليهم في ثلاثة فكان عندي الخيار أنا أخويا الله يرحمه زعف في ذلك الوقت ولكن طريقي كان المسلك كان هذا هو أعتقد اليوم الأمور مختلفة بالنسبة للحاصلين على شهادة البكالورية دخلت فيها أمور حسابية وتقنية ومعدل ومش عارف واش ولو أن المعدل زمان أيضا كانت عنده قيمة ولكن اليوم أكثر الناس ولو يبحثوا عن شهادة البكالورية مش فقط الشهادة المعدلات الأكثر وجميل أنه مطمئن أنه رح يحصل على البكالورية ولكن يبحث على 16 و 17 لتفسح له مجال أنه يدخل اختصاصات مختلفة لذلك قلت لك هذاك زمن وهذا زمن كل زمن عنده حلوته كل زمن عنده إيجابياته وسلبياته ولم تندم على خيار أبدا 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 لأنه طريقي هذا هو لم أندم وبعدين أنا نقول لهم نعمل مهنة نحبها أولا وعندي شوية فيها إمكانيات وفوق هذا يزيد وخلصوني عليها فأنا استمت عمرهم عمرهم ما أشتغلت مثل اللي يشتغل في الإدارة أو اللي يشتغل في مجال آخر أنا بالنسبة لي أنا لا أشتغل تشجع الأولياء أنه يخلوا رغبة أولادهم في الخيار أكثر من أنه يكون توجيه من قبل الأولياء نفس الشي عملتوا مع أولادي لأنه مشكل كبير ولا حاصل حاليا عند العائلات نفس الشي عملتوا مع أولادي خليتهم ياخدوا قراراتهم حتى في خيارات ممكن ندخل روحي فيها ونعرف فيها أشياء أكثر منهم ولكن نشرح لهم فقط تشرح له تقول له هادي وين تدي وهادي وين تدي هاي العراق الالتحادي وعلى العراق الالتحادي أنا أنصح بأنه لأنه ما نعتقدش بأنه ما زال في دهنا أنا يما الآن تعتبرني بأني أوليدها صغير طبيعي أي فما زال تقول لي لا دير هاديك وما تديرش هاديك وممكن ما عندهاش حق ولكن هي الفطرة أوكي عادي جدا أنك تحب وليدك يكون طبيب تحب ويكون طيار لكن مالوش فيها يعني أولا ما عندهش معدل تانيا عنده نزعة أخرى وبعدين حتى ولو يخسر سنتين أو ثلاثة رامي تحصلوا على البكالوية تنتاشتن سنة اليوم صحيح فمثلا خسر سنتين أو ثلاثة وين هو المشكلة بنت أو ولد ما خسرها شوار بحها كسب سنتين خبرة وتجربة بعدين نغير فاليوم الوقت كائن يعني صحيح ربما حتى نخرج من هذا المحور تحديدا ونختم هذا السنة كانت مميزة من خلال أنه عندنا شاب جزائري حصل على أعلى معدل في تاريخ البكالورية في الجزائر منذ الاثنين وستين اللي هو تسعتاش اثنين وستين أعتقد الله ثمانية وستين اللي هو مقران محمد أمين شفنا بأنصرات بوليوميكسي ديرنيتون حول هذا حول الكاركتير والكاريزما والشخصية على هذا التلميذ النجيب ممكن حب عندك تعليق في هذا السياق سيا حافظ قبل أن نخرج لا أنا منحجر ركز كثير على هذا الأمور لأنه هي أمور تعوصية التواصل الاجتماعي لا على الشكل في حدثه على النتيجة قال أكيد تفرح والدي أكيد تفرح وأكيد تفرح نعني كذلك لأن الحصول على هكذا معدل في شهادة البكالورية ليس في متناول أي واحد بها كذا الشكل وبعدين لما خرج لوسائل الإعلام شفنا ولد مربي ومحترم ويعطي صورة جيدة وبعدين محفز ومشجع للآخرين يصير هو القدوة الآن مش لا أنا ولا أنت ولا أحد آخر خاصة بالنسبة للجيل الجديد اللي طالع اللي في عمره 14 سنة يصير عنده الآن يقول كلمة لا ولما يفوز يشوف التحفيزات والتشجيعات اللي يجيه الولد هذا في وسائل الإعلام هذا أمر محفز لم يكن في وقتنا فكل هذا على بعضه يعطي صورة معينة ويعطي تحفيز بشكل أو بآخر للأولاد الآخرين لأنه الغاية ليه ومش أنا وأنت يحمد أولادنا صحيح وما لازمش نكونوا آنانيين أوكي لكن ما لازمش الأنانية تدينا إلى غاية أنه نمحي أولادنا ونفكره فقط في نفسنا لا أنا اللي نضمنه هو اللي يضمن مش أنت اللي تضمن صحيح ربما لأنه تكلمنا على هذا الانتاسحة في الدراجة من خلال تجربتك قد نقيس بها أو نسقطها على تجرب الجيل الحديث رغم اختلاف الظروف اختلاف المعطيات واختلاف الفرص حتى في حد ذاتها الآن نسمع في كثير من الأحياء النقاش بأنه هذا الأوائل والمتفوقين في البكالورية دائما الحديث على أنه يتوجهون للدراسة في الخارجة واختيال الغربة كخيار مستقبلي يمكن إضمنه الحياة المهنية والحياة الدراسية والأكاديمية من خلال تجربتك حافظ هل تنصح فعلا يعني من ترى الآن في إطار تجهيز كتاب المغادر بلادي صح بعد أن تحدثوا عليه هل تعتقد أنه المغادرة هي خيار في ظل المعطيات الحالية في الجزائر أم أنه لا بالعكس هناك ما يمكن أن يبنى عليه في الداخل أنا ما احترام حرية كل شخص أوكي هناك دولة وهناك بلد وهناك غايات وأهداف ونريد أن نستطمر في أولادنا إذا كان فرصة أنه نوفروله كل ما يلزم ويبقى في الجزائر يا مرحبا ولكن ما تقدرش تحرمه من حريته يعني أو هو ولا أبوه يحب يغادر أنت تنمي فيه وتكبر فيه حب الأسرته حب الأهل حب الذاته غضوة ما يتنكرش فأنا لست لا مع هذا ولا مع ذاك كل شيء متوقف على ما يريده الولد لأنه حتى لو يدرس هنا من الذي يمنعه من أن يغادر بعد أربع سنوات ولا خمسة ولا ست سنوات قد يغادر ولكن نحب تبقى الصلة والتواصل معه أقوى من أي شيء إذا حبي يروح يقرأ لهيك لأنه أيضا ظروف متوفرة أفضل إذا حبي يقرأ هنا كذلك لازم نوفروله الظروف اللازمة مش فقط الدراسية حتى الظروف الحياتية الأخرى وبتالي فلن تجد عندي جواب حازم في هذا المجال لا أبدا هي في النهاية خيارات شخصية مثل ما قلت وتجارب فردية التي تستحق حتى البعض أن يخوض فيها حقيقة في هذا المجال ربما حتى أحيل قبل أن أحيل الكلمة لضيوفنا من الشباب والحاضرين الآن نعيش أيضا أجواء الأولمبياد ممكن سويعات تفصيلنا عن افتتاح هذا الحدث العالمي الذي تشارك فيه الجزائر بـ 32 رياضي عندك المعطاية محمد نتبع شوية رغم أننا في الرياضة لا نرى كثير على تواصل مع الموضوع لكن نتبع بشكل عام تعتقد أن الجزائر الآن بالتركيبة الحالية قادرة أن تقدم شيء وترفعها من الجزائر أنه ربما هناك ما يقال في لا يا ألعاب أولمبياد مستوى عالي مستوى عالي كتير ما عنديش الجزئيات والتفاصيل تحت تحذيرات الرياضيين عندي فكرة أنه فيه جيل جديد طالع في مختلف الرياضات خاصة في الرياضات الفردية العمل لا يتم سنة من قبل أو أشهر من قبل أنا لنعرف أن ألعاب أولمبياد لما تنتهي الألعاب يبدأ التحذير لألعاب أخرى والاستثمار في جيل جديد ما عنديش التفاصيل والجزئيات ولكن شيئين عارفوا أنه عندنا مواهب عندنا الجزائرية أكيد ينمور هذه أكيد إذا كانت صحتها وعندها حتى مشكل صحي تضمنى ميدالية وميدالتين في الجنباز وهذا شيء كبير وكبير جدا بالنسبة للرياضات الأخرى الفردية كاين موهب كثيرة ممكن لم يحين الوقت لأنه 16 و 17 سنة صعب أنك تنتظر منه شيء مهم ولكن المهم في مثل هكذا أحداث خاصة أنها تجري في فرنسا الألعاب الأولمبياد وتعرف الحساسية والعلاقة والخصوصية والقرب فإن شاء الله يكونوا مفقين من دون ضغوطات طبعا ما لازم نعمل عليهم ضغوطات كبيرة جدا لأنه هذه رياضة واحدة رياضة وثاليا منافسة شديدة وقوية ومستوى عالي نتمنى لهم بالمناسبة التوفيق نتمنى عندهم يحققوا نتائج تحفزهم وتشجحهم للمزيد عندما نقول النتائج أنا لا تحدث عن ميدالية لأنه مش فقط الميدالية هي النتيجة بالنسبة لرياضة عامل 16 سنة وصول النهائي في علعب القوى وفي السباحة هو نتيجة وإنجاز صحيح ربما حتى أختم هذا السؤال الآن لما نتحدث على شباب صعدين عندهم مواهب عندهم قدرات لكن هذا لا يمكن أن يتم دون إمكانية هل تعتقد أن الإمكانية الآن بات متوفرة نشوفه مثلا في إحدى الرياضات وهي كرة القدم أنه هناك إنجازات في ملاعب جديدة كما قلت في جزائر تبني لأولادها حتى تحقق إنجازات في مستقبل الأيام هل تعتقد أن هذا الإنجاز الذي شاهدناه أو هذا التطور الذي حصلناه في البنية التحتية وشاهدناه في البنية التحتية لكرة القدم ينسحب على باقي الرياضات يمأنه ما زلنا هناك تقصير ونقص يجب أن ينسحب على باقي الرياضات خاصة أنه تكلفة المرافق والمنشؤات الخاصة بالملاكمة والجيدو مثلا هي عقل بكتير من تكلفة كرة القدم كرة القدم مراتب لعاب في الشهر هو ميزانية اتحادية اتحادية السباح اتحادية الجيدو مثلا الجيدو تطمي وقاعات لا يتطلب إمكانيات كبيرة الملاكمة أيضا نفس الشيء أعتقد بأنه يجب أن نوجه استثمارنا نحو الرياضات الفردية خاصة القتالية مثلا نحن عندنا شباب كتير يحب يفجر طاقاته وعنده إمكانيات كبيرة جدا فأشعر بأنه ما فيش توجه كبير جدا واستثمار واستغلال كبير جدا لهذا الجانب المرافق الموجودة اليوم تخدمهم لأنه فيهم مركبات مش فقط ملعب كرة قدم والمركب أنت تعرف بأنه فيه قاعة فيه مسابح فيه قاعات وفيه مسابح وفيه ملافق موازية هنا يبقى تسيير هذه الملافق هذا مهم جدا وتبقى صيانة هذه الملافق لأنه حضر مقر سوداء في الجزائر نحن بنين الكثير من الأشياء تلقاها بعدين في مجال التسيير وفي مجال صيانة نقصين هنا التركيز يجب أن يكون كبير جدا في السنة نتمنى أن نتوصل لمن يعميهم الأمر في هذا السياق أنا الآن نفتح المجال لأسئلة وتدخلات من يحضر معنا الآن تفضلي زميلة سلمان السلام عليكم مرحبا بك سحافظ مرحبا اختلاف في بيت فور كيدز بيتك بيانشور يعني الصوت اللي يقدرون نقوله رافق أفراحها كرة القدم مؤخرا بما أنه رانا نحكو على الحادث الكبير اللي على بعد أيام مشاء الله حينطلق هي الألعاب الأولمبية مع أنه كين قد نقوله اختلاف يعني على أهمية الحادث شكون الأهم حادث الرياضي أهل هي كاس العالم لكرة القدم ولا الألعاب الأولمبية دايما نكين الاختلاف في أهمية الحادث حبيت نسق سيكسي حافظ على المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم الغياب بتاعه نشوفوا المنتخب الحق لعب الملحق كان على بعد خطوة بسيطة أنه يلعب الأولمبياد نشوفوا غيابه عن دورات عديدة في حين نشوفوا المنتخب العراقي ولا المصري حضرين في هذا المحفل العالمي كما كنت تقول في بلد كما فرنسا للحساسية اللي بنتنا لواش يعود هذا الغياب بتاع المنتخب الأولمبي في كرة القدم في كرة اليد حتى كرة اليد لعبه الملحق ملحقناش لواش يعود هاد الغياب عند دورات عديدة حبينا عرفوا منك سر هاد الغياب طويل الشرحة هناك خصوصيات وهناك عموميات نسبة الخصوصيات الخاصة بكل اتحاد موجودة أولا المستوى ارتفع ثانيا نحن بالنسبة لفئات شبانية لأنه أقل من 21 سنة فئة شبانية ما نعطيولها شيء أهمية كبيرة عن مستوى الاتحادات فكروا فقط في الفريق الأول قال في أولمبياد ست شهر مقبل أن ندول حضر الفريق في ست شهر أعتقد بأنه هذا التخطيط اللي كنت تكلم عليه والصيانة يدخل في هذا المجال تصور الاستراتيجية الرياضية يتم بين الاتحادات وبين الوزارة وبين اللجنة الأولمبية أحنا مع احترامي لكل الناس ما عندناش تصور طويل المدى أحنا ما عندناش على سنتين وعلى أربعة وعلى خمسة على الأقل ما عندناش أنسيك الأولمبيك لأن السيك الأولمبيك أربع سنوات قالت خلاص أولمبيك تعالوا رؤساء اتحاديات ووزارة واللجنة الأولمبية ما عندكم مخططاتكم هذه الإمكانيات تحكم أو ما تحسبونها في نهاية المطاف بعد أربع سنوات للأسف ولذلك ضيعنا كثير من المواهب وكثير من المهارات رياضات فردية ورياضات جماعية أعتقد بأن الاضطرابات اللي حدت على المستوى الاتحادية ثلاثة رؤاسات اتحاديات في سنتين أو في ثلاثة أيضا هذه كان لها نعكاس هذا لا يعني بأنه لا توجد نوهب وعننا بالهب المهم في الداخل وفي الخارج أنا نضيعهم مع الوقت ربما من الشاب من الرياضات الفردية يمكن يطلع هو تفضل قدم نفسك وتفضل مداخلتك السلام عليكم معكم شريف بوخوس في رياضي في فريق سباق نوتيك الجزائر في نفس الوقت رياضي في فريق الوطني متحصلة لدة ألقاب بطل جزائر وألقاب ميداليتين فضياتين في بطلات إفريقية وميداليتين فضياتين بطلات عربية ثاني كرياضة تجدي في رياضة أولمبية كان رياضيا نحن يشاركوا في فضل ألعاب أولمبية باريس 2024 لقاتل عمي باسمانو بدينا سيدالي ونياد بنشادلي إن شاء الله هاي يكونوا واجدين ويشرفوا رياضة تجديف ورياضة كل صراحة أنت تشوف بأنه إمكانية لي وفرت لكم في التحضير لي كل الأصدقاء بصفتك تشتغل ولك تعمل في هذه الرياضة كافية ليست كافية كما بدينا سيدالي يشغل يمدراهم من عنده بشي دير تربوصات في الخارج ممكن عندك سيدة حقية تعليم هذا هو إشكال حتى المؤلاء ولكن نصادفك لنقول لك مثلا اتحادية كرة طائرة تلقايا عنده تلت سنين ما خلص الحكام مثلا يعني ما عندهش ميزانية كاش ميزانية ايه وصعبة الاتحادية مثل هذه ما يقدرش يدخلوا فيها الخواص الخاص يقدر يدخل في نادي يدعموا مع رياضي يدعموا ولكن احنا بحاجة إلى ميكانيزمات جديدة واستراتيجية جديدة نخلي حتى التمويل هذا يتم بطريقة مش بطريقة المساوات أنا لستمع هذا الأمر لأنه لا تقدر أن تساوي بين وإلى فيها ثلاثة مليون نسمة وإلى فيها مئة ألف نتكلمش عن المساوات نتكلم على ميكانيزمات جديدة في مجال التمويل سواء المباشر من طرف الدولة أو غير المباشر من طرف الخواص الخواص الذين أيضا من المفروض يستفيدون من أشياء أخرى من مزايز طبعا من مزايز أخرى من نظير أنهم يساعدوا الرياضيين فهذا الرياضي فحسنه فيه فرق قانوني هو فيه تغرف في الميكانيزمات مع أنهش أسس تلقى مثلا نادي يتحصل على 50 مليار دعم على أي أسس ولاية تعطيله البلدية تعطيله الوزارة تعطيله الاسبونسورياتوله نادي آخر في نفس الولاية في نفس المدينة بنفس الحجم من الجماهير نفس الرسيد ما يعطوله حتى واحد لأنه ما فيش قواعد ما زالت الميزاجية تحكم في هذا الموضوع؟ هذا فيه خلال تفضل له ممكن أنه هو أصلا مدرب في أحد الأندية تفضل عندي حقوا لأني غالط تفضل خير تفضل أولا نرحب بحافيض نرحب كذلك الترحيم يكون العكسي مرحبا ذكر أنا في داركم وإلا رك في دارنا نفس الشيء معك سامير العلام مدرب في فئة تأقل من 17 سنة لموضوع الجزائر وكذلك صحفي بالإدعاء الجزائرية نعم يخذنا الحديد أولا هو حفيد كان سبق وتكلم على التخطيط وتكلم على الاستراتيجية وتكلم حتى عن رواتب بعد اللاعبين أنا ربما أراني قرابة 14 سنة في التكوين في الجزائر ربما لو نبدأ نتحدث سيخوض الكثير من الوقت لكن فقط أنا سؤالي لحافيض بما أننا نتكلم على الأفاق المستقبلية بالنسبة الفئات الشبانية وبالنسبة لرياضة الجزائرية بشكل عام اليوم فقط أنا أقول لك بأنه حتى كرة القدم تعاني مثل ما تعانيه باقي الرياضات لأنه اليوم الحديد تقول لي ربما لاعبت قاضى 800 مليون للشهر لكن لا تقاس على الفئات الشبانية لأنه الكثير اليوم يقول بأنه ربما موليدة الجزائر شباب الوزداد هناك لاعبين يتقضون أجور شهرية كبيرة وكبيرة جدا لكن لو نعود فقط للفئات الشبانية هناك بعض المعانات ولو نتحدث عن المعانات لا نقيس كبار الأندية الجزائرية مع لذلك قلت له أنا لست مع المساواة في هذا المجال بالفعل لا نقيس الأندية الكبيرة مع الأندية الأخرى لأنه لو نتكلم ونعود للتخطيط ونتكلم على أفاق المستقبلية نتكلم على منتخب أقل من 17 سنة نتكلم على منتخب أقل من 20 سنة لا تقص على مولدية الجزائر وعلى شباب الوزداد لهذا نتكلم على استراتيجية واضحة فعلية حقيقية بالنسبة للاتحادية الجزائرية لحقيقة أنا نشوفها بأنها غائبة ولو نتكلم في الاستثمار نتكلم في الاستثمار على الكثير من المدن الجزائرية خير دليل لو ربما أكيد 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 أرك على دراية أنه أقيمت في ولاية وهران دورة وطنية لجهوية هي تقال منتخبات منتخبات جهوية يعني خيروا أفضل اللاعبين في المنطقة ودروا لهم دورة وشفنا بأنه المسيلة وكذلك فريق من الجنوب هو لنهائي لهذا نتكلم على فيه مادة خانف بالنسبة لرياضيين الجزائريين بشكل عام لكن نتكلم أنا أقول لك على الاستراتيجية الآن الفعلية لماذا غائبة بالنسبة للاتحادية الجزائرية دائما نبحث عن نتائج وقتية ضرفية حتى نسكة البعض ولا وليس فيه تكلمت أنت على سيكل أولمبيك سيكل أولمبيك يعني لكاتن واربع سنين هي الآن في الرياضة في كورد القدم يتكلموا بسيكل أولمبيك زائد تنين لأنه هي تقاس بست سنوات وخير دليل الفيدرالية الإسبانية التي يتخطط لألفين وثلاثين وحطط أكثر من مئة مدرب ليرام يتبعوا في الفئة الشبانية هذا سؤالي وسؤال تاني لو سمحت حمد بخصوص الأنديا الجزائرية المشاركة في المحافل الإفريقية أو في الكؤوس الإفريقية شفنا شباب الوزداد يشارك للموسم الرابع والخامس على التوالي لكن كما قلوا بالعابية الحدد يالو الربع النهائي هذه إشكالية أخرى مطروحة بالنسبة لرياضة الجزائرية شكرا نبدأ بالأخير فيما يتعلق بشباب الوزداد والمشاركات القرية أعتقد بأن على مستوى القرية هناك ثقافة المشاركة والفوز بالبطولات الإفريقية التي عندهم الأهلي وعندهم الترجي مثلا هذا عندهم دي ترديسي وعندهم ثقافة أنهم ينافسوا يفوزوا بلقب كأس إفريقية نحن ممكن لازم ننتظر سنوات أخرى وبعدين نحن ما عنداش حتى استمرارية في تألق النوادي شباب الوزداد هو شت شوية أربع مواسم هو يدي شمبيوناء يعني لباس ما تراجعش بشكل كبير مثلا المولودية ما تعرفوش رح يكون حالها لعمل جاي لأنه أمر أمر ضرفي كل كلام اللي قلته يدينا لفكر أساسية هو أنه لازم يكون عندنا مشروع في الرياضة المشروع بكل التفاصيل والجزئيات اللي تكلمت عليها أنت وتكلمت عليها أنا نحن للأسف ما عندناش تصور ما عندناش مشروع أو ما عندناش وقت أننا نديره مشروع أو ما اشتغلناش على مشروع معين رياضي والمشاريع التقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية هذاك أمر مفرغ منه مادام نتكلم عن الرياضة ننشعر بأنه ما عندناش مشروع رياضي سواء يتعلق في سيكل أوليمبيك زي 2 أو سيكل أوليمبيك فقط وانما نش ضد اللعبية التي تقضى ورواتب كبيرة جدا فقط من باب المقارنة والمقاربة ولكن الملودية التي تمد 800 مليون في الشهر تمد لأقل من 17 سنة عنده سيرفاتمو عنده صباط عنده نيون طريني عنده لأنه نتكلم عن الحد الأدنى وصعب أن نتكلم عنه بزاف أمور في عجالة صحيح ربما لأنه تحدثنا على الأوليمبيات نتكلمه ممكن بعدها تاني على البارا أوليمبيا يعني الألعاب البارا أوليمبيا يحضر معنا أحد من المثلي فيديوالية رياضية لهذا أصحاب الهمم ممكن عنده مداخلة تفضل هذا أصحاب القدرات الخاص صحيح لأن القدرات اللي عنده أنا ما عنديش ولا أنت أحمد بالفعل بالفعل دهنية وبدنية ونفسية وإرادة ونفسية أنت وأنا معنا صحيح بالفعل تفضل خير إذن فضلك بسم الله الرحمن الرحيم سيد قارن مصطفى عبد الحاميد رياضي سابق في كرة القدم من المطور الأطرف حاليا أنا ودف في المكتب الفيدرالي الاتحادية الجزائرية لإرادة المعاقين مرحبا بالإخوة مرحبا بالأخ حافظ شرفنا بلقائك أخ حافظ مؤخرا عرفت الجزائر مشاركة الفريق الوطني لكرة القدم بطول الأطراف في كأس إفريقيا اللي كانت جارت فعاليتها بمصر الشقيقة وإن عرف الفريق الوطني كما يقول لك تألق اللي ما كنش نقارعه فيه صراحة من نشوف مدة تحضير هذا المنتخب اللي هو صراحة مدة خمس شهور فترة واجيزة من قبل التنقل إلى الكأس إفريقيا الأخ حافظ ننرجعك 11 سنة للوراء وإن شرفنا بلقائك وحضرت وشرفتنا في مقابلة استعراضية بوهران البهية وإن وقفت شخصيا على الإمكانيات الفنية اللي عندها بعض اللاعبين وحنا في هذاك الوقت كنا نمارسوها حبا وشغفا ومتعة في ريادة كرة القدم حاليا الحمد لله منذ موسمين رهي ريادة رسمية في الجزائر كيف شفت مشوار الفارق الوطني في كأس إفريقيا اللي الحمد لله كان إنجز تاريخي كم تعالي هنا التتويج وتشرفنا بالتغريدة عكسة صراحة وكانت حافظ الرياديين إنجز تاريخي نشوفوا باللي أول مشاركة أمام فرق اللي عندها باع في هذه المنافسة وخاصة إن الجزائر كانت في مجموعة صعبة مرتبة ثالثة في أول مشاركة والتأهل لكأس العالم 2026 والإنجاز الكبير هو التعريف بهذه الرياضة اللي كان عندها صادة إعلامي الحمد لله سواء عندنا القدوات السمعية البصرية وحتى المواقع التواصل الاجتماعي وبرك الله وفنك المترجمات هي اللي يجبك الإمكانيات نورمال نورمال كانت تكنيسيان كما هذا هو يشمك يقولهم هذا يخرج منه وش أنا هو يقولك هذا يخرج منه فيجيبوا لك شوية إمكانيات هي لا ما القر يقول لهم بصح أنت لازم تحط في راسك باللي لازم تضيع الريزولتا باش يجيوك الإمكانيات يجيك سبونسور ويجيك الإمكانيات من بعد أنتو ما عملتوا نفس الشي في الكرة القدم لماذا يسموها المابتوري للأطراف عملتوا نفس الشي أتمنى أنه شافوا لكم شوية أو بدأوا يشوفوا لكم شوية لأنه اليوم ميداليا برونزية في الدورة القادمة ميداليا ذهبية وبعدين تبقى سمعة الجزائر وصورة الجزائر الخاصة بفئة مقهورة كثير في بلدان العالم بيأسروا مش فقط في إفريقيا ولا في الوطن العربي هنا عندنا أولادنا يلعبوا بطول إفريقيا في مصر ويحصلوا على المركز الثالث ولابسين سور باتمو ما شاء الله مش قليل عليكم على كل حال سور باتمو لا ولكن تعطي صورة عن الجزائري اللي نعتقده بأنه من دويل احتاجات الخاصة وهو دويل القدرات الخاصة اللي عددهم بالملايين في الجزائر ما عندش الرقم نعتقد 20 مليون ونص ولا فحبيب مجتمع مليون ونص كائن بلدان عدد سكان 500 ألف عدد سكان 500 ألف فمليون ونص هاي أمة مليون ونص عائلة وخلفه معناها المعنيين رغم من إمام خمس ملايين لأنك أنت إلا كنت في عائلة تاربع أشخاص رغم ربع أشخاص معنيين بك لأنك تأخوهم ولا ولدهم فلازم يكون عندنا هذا البعد النظر وباش يكون عندك البعد النظر لازم ناس خاصين بهذا الأمر ناس فقط مش يسيروا في اليوميات ناس فقط يفكروا ويخطوا وبعدين تسير ياتي ربما رئيس التحرير تعنا صبرينا كان قاتل بني كين بعض الأولاد اللي هما مشاركين في نادي رياضي حبني يطرحوا على سيحافظ ربما كين واحد منهم تفضل تفضل سلام عليكم أنا محافظة الراجي حب نطيك سؤال أشكرا رياضة تعنا تعكيب بوكسين تعجبك تعجبني بيانسير بس أنا باش يكون الوضعيات تحهم اليوم أنا كان عندي كتير أصدقاء مارسوا الكيك بوكسينج ومن زمان هذه الكيك بوكسينج مثلا ما تطلبش إمكانيات كبيرة جدا أحمد أخويا صحيح ما تطلبش ملايير يكفي أنه هذا يحبها والحب هذا يتجسد له في أدنى شي يتنقل لقاعة عنده عنده مدرب مليح إذا كان حتى تدوش ما يحتاج يروح يدوش في داره إذا كان تلقاعة قربة لي فالإمكانيات اللي توفرها لهذا مش كبيرة ويقدر يحصل لك على ميدالية وزنها من ذهب وزنها وزنها كبير ويرفع أعلم الجزائر في محافل كبير قبل عشرين سنة قرية دراسة في أمريكا يقدروا يتكلموا على الميدالية الأولمبية شو يسوى بوران ناجر ومن سباح ومن ملاكم قبل عشرين سنة كان تسوى سبع مليون دولار يقول لك باش نحضر أنا ويقوم بمدتع عن شمبيوني مدة سنتين أو ثلاثة لكي يفوز لي بالميدالية الذهبية تكلفتها بين خمسة إلى سبع مليون دولار سيكوا خمسة إلى سبع مليون دولار بالنسبة للبلد من حجم الجزائر أو من حجم أمريكا أو لا سنين جيتوه خمسين مليار ستين مليار سيكوا أنا لكوليا بان لبزاق من الدولة يجب أن تنفق هذا يجيب ميدالية بعد الأسبوع الجاية والسنة الجاية يجيون مئة ألف طفل مثلو يحبوا يمارسوا هذا الرياضة إذا خليتوا يمارس فقط الرياضة وزارة الصحة تربح يعني هذا يكبر على ممارسة الرياضة يكبر على تجنب أمراض كبيرة جدا أنا مرة قلتها الوزير الصحة قلت له من المفروض أنت تشجع الرياضة الرياضة الجماهيرية تشجع النساء أنهم يخرجوا من ديارهم يمشيوا ويديروا المارش مقاربة مشيت لها بعض الدول ما زلنا شوية لا تروح تمارس الرياضة ما تمرض لكش أنت كوزير صحة هكتنقص المرضى على المستشفيات على المدى الطويل طبعا فحنا ما عندناش عندنا نظرة ديقة شوية للأسرف الشديد للأسرف الشديد سؤال أخير ممكن هنا تفضل حبيبي يلا السلام عليكم حبيب لا موليدي كله عم محافظة كيك بوكسينج تتاني كيك بوكسينج تفضل في أي عم بدي تمسرتك الكوراوي مع أي فارق بديت أنا بديت كورة سلة كنت قصير أقصر منك لما كان في عمري 13 سنة كان عندنا في الحراش ليزيكي بتاع الباسكيات الفولي لون اليوم ش موجودين مثلا فبديت كورة سلة لعبتها خمس سنين من بنجاما بكري كان يسموها بنجاما ذو كم شو يسموها بنجاما معناها سبعة سنين مارستها خمس سنين وبعدين تحولت لكورة القدم الفريق اللون اللي لعبت فيه هو فريق كان يسموه السنباكي بكري في الحراش لي يخدمه السميد والفارينة فريق هذا صغير يعني وم بعد كازورال هدوت على الضمان الاجتماعي وم بعدين بلدية على الحراش وم بعد بوليو وم بعدين لعبت في المولودية في سبعة وثمانية 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 بديت صغير كيمانتا وممرمد ونتمحن ومعنديش صباط ومعنديش كويسات ومعنديش ومعنديش كلابس كويسات شباب وتركوا شباب أنا هدو ما عندكنوش عندي ذاكروا ليدي شكرا معنى هذا شي يحفزك ويشجعك أنه مستقبل قدامك إن شاء الله انتهى كل زملائك سيح حافظ يعطيك الصحة ربما نختمه بسؤالين خفاف سؤالنا نخرجوا شوي على مجال الرياضة أنت الآن لم يبقى حفي الدراجة الرياضي الإعلامي وفقط وإنما صارت عندك نوع من الخصوصية كإعلامي بحيث أنك صارت تصنع رأيان سواء على صعيد الرياضة ولا أحلى مختلف القضايا اللي اتهمنا كجزيريين وتهمنا كعرب ومسليمين شفتنا تفاعلك مع أحداث الحالية في غزة واللي يعني تدمي القلب حديداً وشفت أنه أنا تبعت نتبعك على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي عندك متابعين بالملايين الله يبقى أربع ملايين في الإكس وعشر ملايين في الفيسبوك يعني أرقام كبيرة متابعين بالملايين كيف ممكن أن تلعب دورك الآن أنت كحفي الدراجة بهذه القامة التي تكتسبها بهذه الشخصية المعنوية التي بدت تطبع شخصية حفي الدراجة في التأثير على في طرح قضايا من هذا القبيل أولاً مسؤولية كبيرة ثانياً غاية أنا لا أسعى إلى التأثير على الناس أوكي صرت نصنع رأي ولكن من لازم نحطها في بالي بزاف لأنه باش من نحيش عن القيم وعن المبادئ وعن نحب نبقى في نفس السياق حتى ولو تلاقي طبعاً هنا أو هناك ناس اللي ممكن يكتبوا كلام مش لائق أو فيها شكوك أو فيها مسؤولية كبيرة جداً شعر بها صدقني لذلك أحياناً نفضل أن لا أخوذ على أن أخوذ ولا أفهم من طرف عامة الناس في كثير من الأحيان يساء فهمك آيو الله فصدقني بأنها مسؤولية صعبة ومقدرها كما ينبغي ونحاول أنني نستثمر في هذا الولاد صغار ليس فيك أنت أحمد أخويا أنت في نهاية المطاف قد يكون لديك مشكل معي بلكن هذا ما عندوش مشكل معي هذو أولادنا هم اللي لازم نستثمر فيهم بالشكل اللائق نعلمهم الحرية نعلمهم احترام الغير نعلمهم أنه يقول الكلام بالأدب والاحترام اللازم نعلمهم الأشياء اللي تمشي معاهم من البيت إلى الشارع إلى المدرسة إلى المسجد إلى أن يكون فيه تكامل في سقل موهبته والسقل شخصيته كذلك والمأمورية صعبة كثير المأمورية صعبة كثير بطبيعة الحال ربما حفيد الراجل الذي كان رضيعا يسكت على صوت المذياع والذي كبر إلى أن صار في سنة 23 سنة وخاض في مجال الإعلام كتجربة أولى في تلف تلفزيون الجزائري إلى أن وصل إلى الآن وبعد شهرين وثلاثة إن شاء الله رح تدخل عقدك السادس في أكتاب رح تدير ستين سنسيحة في الدرجة ربما تحكينا على هذا تبانشه سبحان الله ممكن تحكينا على هذا الخيط الزمن الرفيع كيف مر ومشنه هي أهم العصارة اللي ممكن خرجت بها خلال هذه السنوات اللي ممكن يستفادوا منها المشاهدين وأيضا الشباب الحاضر معنا اليوم تشوف ممكن أنا الرسائل اللي وجهلهم أنه ليس هناك أي شيء سهل وليس هناك أي شيء صعب أمام طموحك يعني إذا تفكر أنك عندك المقاومات وعندك الموهبة في أي مجال كان دير في بالك بأنه الدنيا هادي فيها مكان لكل واحد مش بالضرورة كما نكون ميسي لكن قد تكون جرون جوار مثلا لما نتكلم على الكرة قد تكون بونغارديان دبيوت قد تكون بونغارديان دبيوت مش كل العالم لازم يكون مورينيو ولكن قد يكون لك مكان نقولها أيضا للصحفيين اللي يحطوا لباروت يقول لك لا فيها حمدنا أنا من مجال هذا وينح نفوتوا أنا حمد لا تفوتوا يا سيدي ما تفوتوا تميز عنه مش بالضرورة تكون أفضل منه لأنه في هذا المجال كل شيء نسبي ولكن على الأقل تكون عندك مميزات إذا تحب وعندك موهبة وعندك الإرادة توصل لأعلى مستوى أو لأدنى مستوى ولكن ترسم لنفسك لنفسك وتحقق ذاتك لأنه لساتيسفاكسيون برسونال أنا يقولوا لي نقولهم أنا لا أنافس أحد أنا ندير شغل لي ولا ينافسني أحد مانيشون كومبتيسيون هو غضواء يجريب مانيشون كومبتيسيون بكالكا بش يفوتوا أنا ما ناخدهاش من هذا الجانب ناخدها بأنني أستمتع عندي موهبة نستطمر فيها ونستغلها ونعيش على القناعة أكثر شيء أحنا ممكن الآن الجيل تعليم متسرع لازم يوصل بالخف ولكن تقدر توصل بالخف ولكن تنزل بالخف كده متعة وشغفتها وشغف حافي الدراجي في 23 سنة كما 60 سنة؟ أنا الشيء الأكيد هو أنه مازال عندي شغف تكتب خواطرك ولمذكراتك لماذا؟ لم أغادر وطني أرني في حوالي 70-80% كاينوين في بعض الأحيان لما تسمع بوحد ما تصعب أن تخلي أشياء لازم تصوبها ستكون فيها أكثر صراحة نتكلم على سلبياتي لأنه عادة الناس يتكلم ويكتب مذكراته لما تقرأها تقول هذا كان ملايكة وكأنها فوت أنت وأنا بالهبل فنحب نكتبها باش هذا يتعلم منها لولد صغير نكتبها وأقر بها لأنه غلط في مشواري أكثر شيء في مشواري المهني نتكلمش على خصوصياتي لكن في مشواري المهني اللي يهم لولد صغير أكثر أنا ارتكبت أخطاء ونجاني ربي سبحانه في بعض الأمور أخطاء تقديرية أخطاء في اتخاذ قرارات في وقت ما في مكان ما هذه رح نحاول نكتبها مقاربة تحية عليها سلحة الدرجة أنه في الغالب مثل ما ذكرت المذكرات تكون عن الجوانب الإيجابية وإضاءة على إنجازات ما كان في خريف العمر تحديدا شكرا جزيلا سلحة الدرجة لها الدعوة والدردجة التي أتمنى أن تكون خفيفة عليك وعلى كل المتابعين مشاهدين إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا العدد نلتقي بكم مع ضيوف جدد في أعداد مقبلة بحول الله دمتم كراعية الأبس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر